حمود الورد هذي إلك يابع يقولون في اليوم من الأيام صار لقاء بين الوزراء العراقيين وبين الوزراء الأمريكان حاول إيش حاول تبادل المصالح الاقتصادية المشتركة فوزير عراقي سأل وزير أمريكي قل له يا معالي الوزير انتم شلون تبقون الشعب شلون تسرقون الشعب فالوزير الأمريكي قال له يابع كل السهلة احنا أذكياء عباقرة قال شلون الوزير الأمريكي قال للعراقي قال له انت تشوف هذا المشروع اللي قدامك العراقي قال له ايدا شوفه يقال هذا المشروع أساسا كلفنا مليار دولار فاحنا ضحكنا على الحكومة أخذنا مليار ونص بعدين الوزير الأمريكي قال له قال للوزير العراقي يا معالي الوزير العراقي لعد انتم شلون تبقون شلون تسرقون من الشعب فالوزير العراقي قال له انت تشوف هذا المشروع اللي قدامك فالأمريكي باواء جاب المناظر جاب الدوربين العدسة ما لشوف من البعيد فقال للوزير العراقي قال له ما دا اشوف شيء فالعراقي قال له يا عيني عليك لك بس هذا المشروع وحده كلفنا خمس مليارات انت تدري من سنة 2003 يعني منذ سقوط النظام نظام البعث وصدام لحد الان اشقد كلفت المشاريع بالعراق لا قال له الف مليار دولار الف مليار دولار المشاريع كلفت الحكومة العراقية لحد الان زين يلا يا حمودي هذه اليك ثمانية ثمانية 2016 نوروز لندن اشتركوا في القناة